سد تغراتك واحمي بيانتك دي فكرة مشروع تخرج بينفزه طلاب إعلام جامعة حلوان للتوعية بكافية التصدي للتهديدات والابتزاز إلكتروني وكمان زيادة الوعي حول أهمية الحفاظ على البيانات والمعلومات موضوع مهم جدا خلالنا نتعرف على تفاصيله من الطالبة إنجي عبدالسلام ليدر فريق مشروع تخرج صغرة في إعلام جامعة حلوان أهلا بك يا إنجي من ورانا أهلا بحضبتك ممكن توضح لنا الفكرة اللي ركز عليها مشروع التخرج بتاعك أنت عايزة تقولي إيه أو الفريق بتاعك اللي عمل هذا المشروع عايز يوصل رسالة إيه للمجتمع دائم دس قبل مبدأ كلامي أنا طبعا بشكر جماعيتي والكلية بتاعتي والقسم والأسد والمشرفين على إنهم دائما بيدعمونا في موضوعنا وإنه بيحاولوا يوصلوه بشكل كبير جدا على مستوى الدولة طبعا تمام قبل مبدأ كلامي دلوقتي إحنا في عصر الرقمنا أو التحول الرقمي فزادت أول الاختراكات لكل البيانات سواء على مستوى الشركات أو الدول أو للفرد نفسه فكل فقائته بقى سواء أفراد أو أطفال يعني أو كبار أو شداد فكانت فكرتنا جات من الدولة دلوقتي اللي اتجاه بتاعها في رؤية مصر 2030 إن هي تمهت بالوعي تجاه الأمن السيبروني وإنهم يحفظوا على الأمن المعلوماتي فده كان أول حاجة خلتنا نتجه للموضوع ده فكنا عايزين نعرف الناس يعني أصلا أمن معلوماتي لأن الناس كتير أو ما تعرفهش هي مشهورة بالهاكر وهي الموضوع أكبر من كنا بكتير فكنا عايزين نعرف الناس إيه هو الأمن المعلوماتي وإزاي تعرف أن أنت مخترق أصلا وإيه أشكال الثوارات اللي تعرف منها أن أنت مخترق وبعدين أقولك إزاي تحمي نفسك من الثوارات دي وبناءً عليه عملته إيه؟ أول حاجة طبعا بدأنا نتجه للشركات ونتجه للجراء زي زرة الاتصالات لروح سايبر إكس دعمتنا طبعا اللي هي المؤسسة الأولى اللي هي مهتمة للأمن السايبراني في مصر فبدوا يدعمونا ويقفوا جنبنا في الفكرة دي لأنها تعتبر أول مرة تتناول بالشكل ده فبدأنا نشوف الموضوع بيمشي إزاي نشوف تجارب الناس نشوف أشكال الثغرات وجات لنا الفكرة من هنا أن هي عبارة عن صغرة هي الصغرة دي اللي أنا أدخل كمختارك أهكر اللعبة بتاعتك أتوصل الموبايل بتاعتك أسورك بياناتك أبتزك وهكذا طيب عددكم كام يا إنجي؟ يعني أنتو كام حد من نفس القسم أو من أقسام مختلفة البلان اللي أنتو ماشيين عليها وصلتوا فيها لغاية فين؟ أو الخطة؟ إحنا عددنا بالضبط 26 إحنا كلنا كسمة علاقات عامة وإعلان البلان بتاعتنا أن إحنا متأسمين جوة التيم الكبير ده سيمات من جوة التيم مسؤول عن السوشيال ميديا ده اللي بيبدأ ينزل البوستس بالديزاين بتاعتنا بمعلومات بسيطة وفيديوز عننا عشان يعرف الناس على السوشيال ميديا التيم مسؤول عن الملف المعلوماتي اللي بيجمع معلومات من أول الموضوع خالص من أول نقطة العصر الرقمي لحد موصلنا للأمن المعلوماتي ويكتب إزاي هننفذ الفكرة دي ويحط كل الأشكال اللي احنا بنعملها في الحملة ككل وتيم تاني مسؤول عن الزينات فكل حد مختص بحاجة معينة وتيم التغطية الألمية ده اللي بيوصل للناس علشان يدعمونا وعلشان نوصل لفكرة الأكبر قدر من الناس ومصرية طيب من خلال يعني معرفتك بالقصة دي إيه أكتر صغرة بيستطيع من خلالها الهكر إن هو يوصل لبياناتنا واللي بتنصحي بيها كل مشاهدي صباح الخارق يا مصر إن هم يعني ما يعملوهاش هو دلوقتي أكتر حاجتين منتشرين قوي اللينكات والأبليكيشنز أو البرامج اللي بنزلها على اللابتوب أو الكمبيوتر اللي من المصادر غير موصوقة ففي علامة لللينك مشهورة قوي تعرف منها إذا كان دي صغرة ولا لأ دايما تكوين الـ URL بيكون HTTPS لما تكون S دي مش موجودة ده معناه إن اللينك ده حد لقى في الـ URL بتاعه فلما تدخل حتى بيجي لنا على الرم كده اللي هو إنت متأكد إن الموضوع ده هتدخل عليه قبل ده في سكير بتاعه مش تماماً فأنت بتدخل تاني وعادي بس هو بيكون إن هو بيختارك بياناتك بس والحاجة التانية اللي احنا ننازل طبعاً برامج وابليكيشنز من المصادر غير موصوقة مش على الـ App Store أو جوجل بلاي أو كده أكيد منشكرك على المجهود يا إنجي أنتي وفريق العمل كل وكل الشكر ليكو إنجي عبدالسلام ليدر فريق مشروع تخرج صغرة وبجامعة حلوان شكراً جزيلاً لك